شيء تاني أو إساءة فهمة تاني عندما نقول الآب والإبن لا نقصد فكرة المرتبية ولا نقصد فكرة الأسبقية يعني في ناس تقولك آه في بدع اللي بتقولك أنه الله ظهر في العهد القديم كآب في العهد الجديد كإبن ولما صعد يسوع إلى السماء كروح قدس لا الله إله واحد ولكن كل أقنوم متميز جوهر واحد طبيعة واحدة لهوت واحد في ثلاث أقانيم الله موجود له وجود ذاته ناطق بكلمته فالمسيح كلمة الله وأيضا حي بروحه وهذا مقبول عند كل البشر مقبول عند الناس اليهود الذين أكثر شعب في العالم يؤمنون بالوحدانية لم يعترضوا على هذا اعترضوا على يسوع عندما قالوا وأنت إنسان تجعل نفسك إلى هذا الاعتراض اللي كان ولكن مفهوم إنه هذه تسمى الوحدانية الجامعة كما إنه الإنسان جسد ونفسه وروح بس هو كيان واحد هكذا الثالوث القدوس فلا نقصد فيها مرتبية معينة شخصية أعلى من شخصية هم واحد في الجوهر ولا نقصد الأسبقية إنه الآب صبق الإبن لا لا الابن مع الآب قبل الأزل قبل تأسيس العالم كما يقول الكتاب المقدس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة